السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اقتراح اليوم نزولا عن الطلب للطرنش باتيسري اللي شاركت معكم ذاك نار بمدق القهوة والشوكولاتة بجنواز او لبكيكة البيضة الواحدة وطلبتوا مني انها تكون بنكهات مختلفة وبجنواز ديال فانيلا او لبكيكة الفانيلا فاليوم غدي نشارك معكم كيكة ديال البيضة الواحدة بالفانيلا وبجوش ديال نكهات من عجين واحد من خليط واحد تحضر جو ديال نكهات او اكتر واحد القلاساج لامع قلاساج الماء فقط فان شاء الله الاقتراح ديال اليوم غدي تجربوه اكيدا غدينا الاعجاب ديالكم كيف العادة ما تنسونيش فقط من لايكاتكم للتشجيع ما نطوش عليكم وخليكم ان شاء الله مع الفيديو الاخر نكتشف المقادير وكيفية تحضير وعلى بركة الله نعطيكم مقادير كيكة البيضة الواحدة اللي هي بدي الجنواز سنحتاج لحبة واحدة ديال البيضة اللي من افضل تكون حجم كبير كاس ديال سكر 150 غرام كاس لاروب ديال 120 ميلي ديال حليب او مايو عدي الكاس واروب جوز كؤوس ممسوحة ديال الدقيق مايو عديو 220 غرام ساشي ديال فانيلا كيس ونفس ديال الخاميرات الحلوية مايو عديو 12 غرام قبيصة ديال الملحة عندي هنا يا عسير مع القادير عسير الحامض او ديال الخل اللي توفر عندكم سوف هنا غدي ناخد البول ديالي وغدي نوضع في ديال الحبة ديال البيضة القبيصة ديال الملحة الساشي ديال فانيلا والسكر غدي نضيفه بالتدريج وانا كنخلطها كيا باش تطلع ليه مزيان هديك البيضة ضروري انكم تخلطوه مزيان انا هنا غدي نستخدم غير الخلط اليادوي لانها غير بيضة واحدة بغيتوا تستخدموا اضطرر بالكهربائي ممكن بطبيعة الحلوية وغدي نضيف لها الكأس وربع ديال الحليب او ما يعدي الـ 220 ميلي دائما هات المكونات نخلطوه مزيان حتي نساج مليا مع البيض عاد نبدأ باضافة الدقيق هنا بنسبة للدقيق كيف شما يعندي كؤوس ممسوحة او ما يعدي الـ 220 جرام زائد كيس وملعقة صغيرة ديال الحلويات او ما يعدي الـ 12 جرام غدي نخلط الكل جيدا حتي نساج مليا لعناصر بشكل عادي جدا وغدي نضيف في الاخير ديال المعلقة ديال الخل او لا ديال العسر ديال الحامض لي توفر عندكم بالنسبة للجنواز او لا كيكا اللي كنت حدرت معكم من قبل بلنك هاتي الشوكوراتة فانا درت جوج كؤوس لي مكانوش عامرين ديال الدقيق ولكن ضرت واحد معلقة كبيرة عامره ديال الكاكاو فالمهم انكم يا درتوها بالكاكاو غدي نقصوا واحد معلقة ديال دقيق تأوضوها بالكاكاو درتوها بالفانيلا را كفشتو الكؤوس ممسوحة سافي غدي ناخد هنا الاطال قياس ديال 30 الى 40 سنتيم ضروري كنفرش لياقية عادي الورقة تهيو كنحاول نسرح مزيان هذيك الطبقة ديال الخليطها كمزيان بالجيني طبقة اللي هي مستوية مباشرة الفرر اللي مسخن بزيان من قبل سواء فرن غازي ولا كهربائي فرن كهربائي فرن كهربائي الفوق ولتحت 120 دراجة مع الميرواحة لعندكم مدة ما غديش تفوت لكم 15 دقيقة بين 12-15 دقيقة فرن ديال الغاز نفس الشي لعندكم وفوق ولتحت من الاحسن ما عندكم شغير ج حتى فكت طيبوها في الجيال الفوقاني عد كتبطوها الجيال تحتانية سافي من بعد ما دخلت هالفران غدي نتوز باش نحضر معاكم غراساج الماء اللي غدي نحتاج هنا فيه كأس واحد ديال الماء غدي نضيف هنيا تولوتين الكأس ديال السكر او الماء يعادي المية غرام فايتا نص واحد شوية غدي نضيف ساشي ديال الفانيلا وغدي نضيف ملعقة صغيرة لتكون عامرة او لابومبي بهذا الشكل هذا ديال الناشا او للمايزينة غدي نخلط مزيان مزيان كل شيء على البارد وكيف العادة غدي ن غدي نحضر معايا سافي غير كتوصل هنا لمرحلة الغلايين كتطلع مزيان وكتجيب الغلية غدي نزولها من فوق النار وغدي نقسمها على جوج ديال حساس بما اني غدي نضيف جوج ديال النكهات هنا غدي نضيف هنوحد معلقة صغيرة ديال زبدة افوان في الاول غدي نضيفها مزيان في الخليط او لدي الزيت ماشي ضروري الزبدة غير على حسب هكا ديك اللمعة باش ديال زوينة في الغلاساج ديالنا من بعد هنا سافي غدي نحاول نقسمها هكا على جوج دائما نخدم بها وهي بق اللي غدي نستطيعها أنها غدي نجيل ت sendo من نكهات هنا غدي نسبة لها نقسمها جوجوية من نكهات ديالي الفريز يمكن يعني نسوا عني نكهات ديالو موكين نضيفه في حتى القهوة أو الكاراميل يعني نفس الكلاساج وتخدموها كايب النكهات لي هم مختلفين طو اي خلاطة شي كل شي مزيان حتى غدي نساجمو بهذا شكل هذا غدي نضيف هون بلاستيكا اللي غدي تكون ملامسة اللي وجه ديرهم بطبيعة الحل بش مدرش ليقش رها كايب مو يبقى سفراري صغيرة والذي ساعداش سوف ندخلهم تلاجة يبردون هنا سوف ندخل مباشرة للجنواز من بعد ما نخرجه يأخذ معي 15 دقيقة في الفرن الكهربائي الفق والتحت 180 دراجة مع المروحة يأخذ معي 15 دقيقة من بعد ما نخرجه وسخون كنحاول كيام قلبه ومن بعد هنا سوف نزول شوية الجوانب ومن هنا نقضي الكيك أو طبقة الكيك سوف نقضي القياس ونقضي القضاء على الجوج ونجعلها تبرد ونقضي من بعد أفن لنحضر الكريمة بالنسبة للكريمة سوف نأخذ هنا غير الكيس الحليب مع كيس بودرة شانتي هنا في الشكل هذا سوف نطلعها بشكل عادي جدا ممكن تستخدموا أي كريمة كتعجبكم كريمة مثلا شانتي وماسكاربون ممكن تضيروا مع هذة الكريمة هذي تضيدوا هكا واحد العلبة ديال الكريمة كاراميل أو لا تضيدوا أي نكهة مفضلة عندكم هكا في الكريمة ديالكم ممكن تضيدوها هذي كتبقى يعني حاول ما أمكن يعني من الأول كانت الفكرة أني نشارك معكم ديتخونش اللي يكونوا هكا اقتصاديين ساهلين ناجحين مع الممتدئات وخا من أول مرة ساهلين المكونات اللي هي بسيطة وكيف تلكم تكون ناجحة هذا هو المغزم لا من الوصفة الأولى ولا من هذة الوصفة هذي هو أني نشارك وصفة اللي تكون ساهلة واقتصادية مع الناس اللي مبتدئين اللي بغير يصيبوش حاجة هكا على قدهم يفرحوا ويداتهم فهذي أبسط حاجة ممكن أنكم تصيبوها لا من ناحية الكيك لا من ناحية الكريمة كريمارة ممكن تطلبها غير بيدكم مش ضروري أنكم تستخدموا الطراب الكهربائي سافي وتخدموا كل شي والقلاساج وتديروا أي ناكها وكيجي زوين ما شاء الله سافي أنا أخذت هنا الطبقة الأولى دي الكيك سقيتها غير بالحليب فقط سافي تسقيوا الكيك ديلكم باش يجي هكا يمشرب ويجير طيطب وكتخدو الكريمة ديلكم كتقسموها هكا حاولوا تقسموها على جوج أو على ثلاثة اللي بغيتو إلا بغيتو تقسمو غير على جوج وتزين ما تحتاج انكم تديرو الكريمة ملفوق تكتفيوا بقلاساج ممكن الناس اللي كيبغوا يخليو الكريمة باش يزينوا بها عفون هكا يا ملفوق يعني تقسمو حاولوا تقسمو الكريمة ديلكم طافي هنا يا كندير طبقة دي الكيك التانية وكنسقيها مزيان بالحليمة كيفك تشوفو معايا كنحاول ما نسقيهش بزاف لان هادي طبقة ديلكيك ماشي طبقة ديال جينواز باش ما تجينيش هكا معجنة نزف كا استقريبا راه كيسقي ليا الطبقة الاولى والتانية صافي وبنفس طريقة انا كنحاول ندير دائما هكا الكريمة في البوش باش كنوزعها بالتساوي وجيني طبقة ديال الكريمة اللي هي متساوية بحل الفوق بحل التخص مجيش طبقة اللي هي غليظة وطبقة اللي هي رقيقة صافي هنا يا كنا نحاول نوزع الكريمة ديالي من بعد كذلك غدي الليسيها وهنا غدي نحاول الليسي مزيان واجه ديالها ونقضها ومن بعد غدي ندخلها مباشرة للمجمد على الاقل واحد جسوية في المجمد باش تقبط مزيان الكريمة راسها وتجمد باش تطبقة ديالكيك باش نقدرو انا نقطعوها بكل سهولة بغتو تخلي واحدة تباتي وماين ثلتي ايام ما عندكم مش مشكل باش مني نجبدوها وتزينوها بشكل اللي بغيتو انتوما هنا انا يمن بعد ما جمدات فعنا جبت كي حاولت انا ننطراسي النصف ديالها نقسمها على جوج باش يجيونيها كي يلقي طاعة كاملين بحل بحل صافي غدي نقسمها هنا على جوج غدي نرد النصف الاخر للمجمد ونصف تاني غدي ندوز باش ندر ليه القلاساج دياله وغدي نبدأ باول القلاساج اللي هو القلاساج اللي هو القلاساج هنا يا انتو ما شوفوا معايا القلاساج من بعد ما كي برد فهو كي يقبط راسو كي ولي بحل شكل ديال فلون غير هو فلون اللي هو خفيف كنخلطهم زيان مزيان كيرجع سائل بهات الشكل هذا صافي كندير غير القياس حاولوا انكم ما ديروش طبقة اللي هي غليضة بزافة وش طبعة الحالي جيحتال من ايضاف ديالها زوين وكنحاول اللي سيها هكا بواحد سباتيول ونقادها هكا ننزلها شوية مع الجوانب من بعد كيف العادة كنجيب الموس ديالي اللي كي يكون ماضي وكنحاول اني نزول غير الجوانب كيف كنتشوفو كنحاول ما نضيعش ما الكيك ديالي بزاف غير نقادها في نها جيني هكا مقادة وجيها كان نقية كيف كنقونو صافي بلا ما نحاول عني نضيع الكيك اللي هو كتير بالنسبة لهاتو بطبيعة الحال رغم اول حاجة كيتكالو اتشي هادر انا كنديرو في طبصيل اول حاجة كيتكالية هادي بما نكمل انا يدزين وفي نسيهم طبيعة الحال مهم كنحاول اني نقاد لها الجوانب من بعد غادي نحاول نعبر دائما هنا كنعبر بالميستارة حاولوا تعبروا بالميستارة بشيجوكم دائما طريفات ديالكم مقادين كنقسم هادي علاجوج فهنا كيجي فيها تسعود سنتيم هكا في طول ديالي تخونج ديالي ومن بعد كنعبر بالعرض وكنقسم كتجي فيهم ثلاثة من ثلاثة فاصيلة ثمينية ثلاثة فاصيلة سبعة بحلقة ديال السنتيم في كل قطعة تقريبا كتجي ربعة لتسعود في كل قطعات ديال الكيك ديالي نفس الطريقة كنناخد الغلاساج ديالي ديال لنكها ديال الحامض كذلي كننزل منه كيميا كنحاول ندير طبق لي ما تكون شغليتها بزد باش يجي هكا حتى المنيدر دياله زوين وصافيو كننحاول اني نقاد لها الجوانب ديالها وبنفس الطريقة كنعبر وكنقسم علاجوج وكنقسم يعني كل نصف كنخرج منه ثمانيات ديال القطع ديال الكيك ديالي اما بالنسبة للزين عفون فالزين دائما كيبقى اختياري زين وشكل اللي بغيته انا درتها تشكيل بالكريمة كامل فوق وزينت شوية ديال الفخومبواز المجفف غير طريفة منه بهذا الشكل هذا وديال الحامض درتها كغير وريدات من فوق ديال هون لان الكريمة مكنش بقات ليه بزد درتها كطريفة ديال الحامض غابيل زيما راه فيها النكهة ديال الحامض صافي وهكا انقطاس ديال الشوكولاتة وشوية الحبيبات ديال بافوتزين دائما كيبقى اختياري ولكن عندكم هكا شعيد ميلاد ديال الوليدات كوم لشي حجرة ممكن هاد كل قطعة انكم تقسموها على ثلاثة وجود ديتخونش اللي هم صغير ورن هكا الاسواري تقدموهم تطيوهم الوليدات او للضيوف ديالكم شوفوا القلاسات ديالي كيفاش كيجي 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 لامعو كيجي قابط ميكيسيحش نهائيا مغيت غير نوريكم القاوام دياله قبيلة انا موريتكمش القاوام دياله من بعد ما كيبرد فانا انا من بعد ما خلطتو وكل شي وحطيتو عاو تاني في الثلاجة شوفوا معاين مغيت شوفوا القاوام دياله كيجي بحال شكل ديال فلو كيجي هكا قابط شوي ولكن انفو كتحركوه كيولي هكا القاوام دياله سائل نفس الشي غير كتوضعوه على الطبقة ديال كاك ديالكم ولا ديال كريمة كتليسيوه سفيها كيعود يجمد وكيعود يقبط راسو وكيولي طبقة اللي هي زوينة ماشي بحال ذاك اللي فيه الجيلاتين بالعكس كيكون هكا ليس ساهل هكا في الماكلة ديالور خفيف ماشي كمعلك انتم ما شوفوا معايا ما تحتاجوش ما تلقوش مع المشكين ما كيسيح ما تشي حاجة فانتمنى فعلا فعلا وصفة اليوم تنال اجاب ديالكم وتجربوها كيف ديما ما تنسونيش فقط من لايكاتكم للتشجيع كذلك البرتاج مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي شكرا دائما لحسن المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة